الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله سيد السادات ومعدن الساعات صاحب الآيات البينات والمعجزات الظاهرات وصاحب الشفاعة لمن يصلي عليه يوم الحسرات اللهم صلي وسلم وبارك يا ربنا على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فيا عباد الله أصيكم ونفس المقصر بتقوى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أصيكم ونفس المقصر بالعودة والرجوع والإنابة إلى رب البريات جل ذكره قبل فوات الأوان يا عباد الله ها نحن نعيش في هذا الزمان الذي صار فيه الشهر كاليوم وصار فيه اليوم كالساعة والساعة كالدقيقة والدقيقة كالتانية أيام ودقائق وسنين وأعوام وشهور وأيام تمضي من أعمارنا والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أصبحنا إذا أقبل يوم السبت انتهى الأسبوع وإذا جاء أول الشهر انتهى الشهر وإذا جاءت أول السنة انتهت السنة أيام تمضي هذا يسلك طريقه إلى الجنة وذاك والعياد بالله قد سلك طريقه إلى النار فيا عباد الله وصية محب لكم وصية منقد لكم من النار علنا ننجو جميعا وأهلنا وأبناءنا وإخواننا ومن نحب من النار يا عباد الله قال سفيان الثوري رضي الله عنه قال لو أن اليقين استقر في قلب المؤمن كما ينبغي لطار هذا القلب فرحا من دخول الجنة وحزنا من دخول النار لو أن كل فرد منا ولو أن كل مؤمن وعابد لله منا سأل نفسه ما هي طبيعة الحياة التي يريدها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعيشها أي حياة بالضبط حياة الله حياة الترف حياة الكرة حياة اللعب أي حياة بالضبط حياة المال حياة التجارة حياة الدهب والفضة حياة الربح حياة النساء أي حياة بالضبط يريدها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعيشها لا حياة لنا إلا الحياة التي قالها ابن القيم رضي الله عنه عندما نادانا وقال فحيا على جنات عدن فإنها مواطننا الأولى فحيا على جنات عدن فإنها مواطننا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو أي سبي إبليس ولكننا سبي العدو فهل يا ترى نعود إلى أوطاننا فهل يا ترى نعود إلى أوطاننا أو نسلم يا عباد الله اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقكم يا أهل صلاة الفجر ويا أهل قيام الليل يا أهل الدموع ويا أهل البكاء يا أهل صلة الأرحام يا أهل الأذكار يا أهل أذكار الصباح والمساء يا أهل قيام الليل يا أهل الصلوات يا أهل الفرائض يا أهل الجهاد يا أهل الدماء اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقكم قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها فلو سأل الواحد نفسه الآن لماذا يقتتل الناس ولماذا يشرد الناس اليوم من البلاد إلى البلاد ولماذا يقتل الناس بعضهم البعض بل لماذا يقتطع الناس رقاب بعضهم البعض فالجواب واضح هي الدنيا فلو سألت القاتل لما قتل قال لك من أجل التجارة ولو سألت القاتل لما نزف الدماء ولما قتل لقال لك من أجل المال من أجل الدنيا اليوم الناس كلها تفتت من أجل الدنيا لكن يا عباد الله يا عباد الله موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو سألت نفسك الآن لو سألت نفسك يا عبد الله وأنت تسمعني وأنت تعي كلامي جيدا وتضعه في قلبك قبل أدنك لو سألت نفسك الآن لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الصوت في الدكر لماذا خص الصوت من كل المقاييث مع أن الصوت مقياسه صغير وليس بقياس طويل لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل لنا رسالة أن كل واحد مننا على سفر وكل واحد مننا قد عقد سفره إما إلى الجنة وإما إلى النار ما بعد هذا العمر يا عبد الله إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهيئنا أننا كلنا على سفر أن كل واحد مننا قد عقد عزمه وقد عزم على أن يأخذ حقيبته أي حقيبة أعماله صلاته عبادته خلواته إما إلى الجنة وإما إلى النار هذا الصوت يا عبد الله جعل الشافعي رضي الله عنه يحمل في يده العصى الإمام الشافعي يحمل في يده العصى قيل يا إمام يسأل الإمام الشافعي يا إمام نراك تدمن إمساك العصى ولست بضعيف أنت لست بمنحان الظهر ولا مريض ولكن نراك دوما تحمل في يدك العصى وتتوكأ عليها اسمعوا ماذا قال اسمعوا ماذا قال قال لأذكر نفسي أني على صفر الشافعي رضي الله عنه يريد أن يذكر نفسه أنه على صفر ثم أنشد قائلا حملت العصى لا الضعف أوجب حملها ولا أني تحنيت على كبر ولكنني ألزمت نفسي حملها لأذكرها أن المقيم على صفر فيا عباد الله اعلموا أن المقيم على صفر فهذه الدنيا هذه الدنيا دار مقر وليست دار مستقر ما أنتم إلا كراحل قد عقد صفره فمتى فمتى سيقيم راحلته فمتى سيصل صفره إما إلى باب الجنة وإما إلى باب النار فيا عباد الله قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني ثم دعوتني ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي أقبل الموت إلى أبي بكر النقاش رضي الله عنه لما أقبل الموت وأتت اللحظة التي سأعيشها وستعيشونها يا عباد الله رفع أبي بكر النقاش رفع أصبعه إلى السماء ثم ماذا قال اسمع ماذا قال اسمع على ماذا عاش رفع أصبعه إلى السماء ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون ثم قبض الله روحه قالوا الإمام مالك رضي الله عنه هل تراه قالها لشيء عاينه يعني قالها لشيء رأاه قال نعم قال نعم رأى الجنة قبل أن يدخلها يا الله يا الله كم هي عظيمة هذه الكرامة كم هي عظيمة أن يرى الجنة قبل أن يدخلها أن يكرمه الله أن يرى الجنة قبل أن يدخلها وبعض الناس أتتهوا الوفاء وأعلموا أن من عاش على شيء مات عليه من عاش على شيء مات عليه عشت على القرآن مدت عليه عشت على الأذكار مدت عليها عشت على طول السجون في الصلاة وفي السنن وفي الفرائض مدت عليه بإذن الله عشت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الخير وإلى الله ستموت على ذلك ومن عاش على قطع الأرحام ومن عاش على التعامل في الربا من عاش على سب الناس من عاش على الغيبة من عاش على النميمة من عاش على الدنوب وعلى الشهوات من عاش على العصيان من عاش على الدنوب في الخلوات فليعلم أنه من عاش على شيء مات عليه بعض الناس حضرتهم الوفاء بعض الناس أتتهم لحظة الموت يقول له الشيخ يا فلان قل لا إله إلا الله يا فلان مت على لا إله إلا الله محمد رسول الله قال يا شيخ قال يا شيخ هات تقارى أعاد عليه مرة ثانية يا فلان قل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال يا شيخ هات تقارى قاله في الثالثة يا فلان قل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال يا شيخ هات تقارى في المرة الأخيرة قال له لا أريد أن أتعب لسانك قل الله ومت لا أريد أن أتعب لسانك بكلمة الوحدانية كلها قل الله ومت قال يا شيخ لا أستطيع أن أقولها لا يستطيع أن يقول كلمة الله فلم يعيش عليها عاش على متى يصبح في اشتري علبة السجائر عاش على متى سيمسي في اشتريها عاش على ذلك أتراه يموت على عما يتساءلون أتراه يموت على إذا زلزلت الأرض زلزالها أتظن أن يموت على ذلك لا والله لن يموت إنما سيموت على يا شيخ هات سيقارة ثم قبض الله روحه أمام الشيخ وهو يقول يا شيخ هات سيقارة ويبعث يوم القيامة ويقول يا شيخ هات سيقارة لذلك كما تدين تدن وإن الله لا يظلم متقال حبة من خردل لذلك يا عباد الله قال الله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاثا ليروا أعمالهم فمن يعمل متقال درة خيرا يراه ومن يعمل متقال درة شرا يراه لذلك يا عباد الله الموت قادم لا محالة الموت سيقدم فإما لنا وإما علينا ما عمرك الذي أنت تعيشه كان عشرين أم كان في الثلاثين أو الأربعين حتى لو بلغت خمسين أو ستين أو سبعين أو مئة ما بعد هذا العمر إما جنة وإما نار فيا عبد الله أنا أحدثك أحدثك ونحن ما زلنا في أيام هذه الدنيا لكن غدا إذا عردت وعردت أنت يا عبد الله أمام الله يوم أن يسألك ربك عن عمرك عن مالك أيامك التي أنت تعيشها الآن كيف كانت هل كانت لله أم كانت للسيقارة هل كانت لله أم كانت للكرة هل كانت لله أم كانت للرحلات أو لهنا أو هناك في متاع الدنيا ستسأل عن كل صغيرة وستسأل عن كل كبيرة فاليوم أنا أحدثك وغدا سأموت هذا اليوم أحدثك وغدا سأموت فما المعزي ولا المعزة إلا سيموت أعرف من الناس من مات في عزاء زوجته من مات وهو يعز الناس ويتقبل العزاء في عزاء زوجته مات المعز ومات المعزة مات الحامل ومات المحمول مات الذي فوق النعش ومات الذي يحمل النعش كلهم يموتون مات الفقير ومات الغني مات الصغير ومات الكبير ماتت ذكر وماتت الأنثى الملك والمملك مات الوزير والموزور ماتوا الرئيس والمرؤوس ماتوا اذهب للقبور وحدثهم اذهب للقبور واسألهم ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب قبر صاحبي قبر زوجتي قبر والدي قبر أمي قبر إخواني ممن رحلوا ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابي قال لي وما لي أرد جوابك وأنا رحيل جنادل أكل التراب محاسني فنسيتكم فيا عبد الله من لم يتأدب فوق الأرض سيتأدب تحت الأرض بل لم يتأدب فوق الأرض ستؤدبه الدود تحت الأرض لذلك يا عبد الله الناس تموت وأنا أسألك الآن على ماذا ستموت على ماذا ستموت ها هي الأيام تمضي والسنون تمضي فعلى ماذا ستموت ها هي الأيام تمضي والدقائق تمضي كسرعة البر وهذا ما هو إلا علامة من علامات الساعة ما هذا إلا علامة من علامات يوم القيامة فإذا مات الإنسان قامت قيامته إذا مت أنا قامت قيامتي وإذا مت أنت قامت قيامتك أخي يا ابن خير أمة يا ابن خير أمة أخرجت للناس أنت أكبر من أن تكون قضيتك فريق كروي يكسب أو يخسر أنت أكبر من أن تدور همومك حول شريط غناء أو رحلة سياحية أنت أكبر من أن تدور همومك حول الطعام والشراء أين أمنياتك من أمنيات نبيك صلى الله عليه وسلم إن أمنياتك تعبر عن طموحاتك وطموحاتك تعبر عما في فؤادك وفؤادك إما أن تكون الآخرة همه وإما أن تكون الدنيا هي التي تحتله فإلى أي الكفتين يميل وإن كان الله ينظر إلى قلوبنا لا إلى صورنا وأسامنا فماذا تحب أن يرى الله عندك وتذكر ما قرره مداو القلوب وطبيب الأرواح الإمام ابن القيب قال القلب إذا امتلأ بشيء لم يبقى فيه متسع لغيره ومن أمنياتك تستطيع أن تعرف قدرك عند ربك ووزنك في الميزان حين توضع أعمالك يوم القيامة في الميزان وإذا كان العوام يقولون قيمة كل أمر ما يحسن فإن أبناء الآخرة وعشاق الباقية يعترضون بقولهم قيمة كل أمر ما يطلب فانظر ماذا تطلب تعرف قيمتك اطمح إلى عنان السماء اطمح إلى أن تكون درجتك الفردوس الأعلى لا تطمح لا تطمح كما يطمح العوام اطمح كما يطمح النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر واسمع أمنية عمر اسمع يرأك الله اسمع أمنية عمر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما للصحابة تمنوا تمنوا واسمع الآن إلى أمنيتك وإلى أمنيتي عمر فقال رجل أتمنى لو أن لي هذه الدار مملوئة ذهبا انفقه في سبيل الله ولاحظ الأمان ثم قال تمنوا فقال رجل أتمنى لو أنها مملوئة لؤلؤا وزبرجذا وجوهرا انفقه في سبيل الله وأتصدق ثم قال تمنوا فقالوا ما ندري يا أمير المؤمنين فقال عمر أما أنا فأتمنى لو أن هذه الدار مملوئة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح لم يتمنى عمر متاعا ولا مالا لأنه يعلم أن رأس مال الأمة الحقيقي هم رجالها أيها الرجال لكنهم ليسوا أي رجال انظر إلى رجال اليوم هذا يبحث عن قصة شعر يذهب فيبحث في المجلات كيف يقص شعره وبعض الشباب اليوم تنظر إليه فتشك فيه هل هو رجل أم امرأة تشك فيه إذا رأيته إلى شعره تشك فيه انظر إلى بعض الناس وإلى بعض الشباب أقول هذا ذكر أم أنت هذا رجل أم امرأة عمر يتمنى رجال كأبي عبيدة بن الجراح اليوم إن أردنا أن نتمنى فماذا نتمنى رجال ماذا رجال يبحثون عن المقاهي والكفشب والكفتريات هنا وهناك أنهم يجدون بنت أو شاب يقتنسونها ثم بعد ذلك يكسرون قارورتها فيحبون تلك ثم يعشقون تلك ثم بعد ذلك يخونونها كما يخون الدئب صاحبه فيا عباد الله لم يتمنى عمر متاعا ولا مالا لأنه يعلم أن رأس مال الأمة الحقيقي هم رجالها لكنهم ليسوا أي رجال بل رجال كأمتال أبي عبيدة بن الجراح وهم كذلك من نفس هذا النوع أمناء على دين الله أمناء على أمتهم أمناء على الحق الذي استشفض عليه لا يغيرون ولا يبدلون لذلك أين مقرك وأين مكانك كأبي عبيدة بن الجراح أم كغيره والعياد بالله عباد الله ها قد عرفتم الداء وأنتم وحدكم تمتلكون الدواء هل ستتركون الأمة تموت لكل عصر انتحان نجح الصحابة فيه فكانت الغزوات وتلاهم التابعون فكانت الفتوحات وتابعهم من بعدهم فكانت صيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب والموضوعات والآن والآن حان دورنا فإما أن ننجح كما نجح وإما أن نتنكب الطريق فتنهان علينا اللعنات والله والله يا عباد الله لو شاء الله لن تصر من عدونا ولكن ليبلو بعضنا ببعض وليرى أينا أحسن عملا وأصدق عزما وأكثر غرسا وأجمل صبرا وأشد يقينا وأعلى همة إخوتاء ها قد رأيتم عدوكم يشحد سكينه ويبدأكم بالدبح شعاره القطيع يصاق والجزار ينتظر فما لكم لا تحركون إن لم يحرككم داعي الإيمان فلتحرككم دواعي الخوف نعم الخوف على حياتكم ومستقبل أبنائكم من بعدكم فإن لم تغيروا ما في نفوسكم دبشتم إن لم تغيروا ما في نفوسكم دبشتم كما دبح إخوانكم فهلأ أعلننا الثورة على نفوسنا فأصلحناها وعلى عاداتنا فغيرناها وعلى شياطيننا فقهرناها وعلى شهواتنا فهزمناها هلأ سيرنا سنن الله واستخدمناها أيها الصالحون صلاحكم وحده لا يكفي أين إصلاحكم أيها المصلحون الأرض عطشة والناس هلكة فضاعفوا جهودكم ووحدوا صفوفكم يد وحدها يد وحدها لا تصفق والقليل مع القليل كثير أجبوني هل ترد الريح العاصفة لبنات مبعترة هل تواجه صفوف الباطل بشرادم الحق هل يهزم تحالف الشر غير تحالف الخير ما أصدق قول القائل تأبى الرماح تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا افهم الدرس من هذين والنمل تبني قراها من تماسكها والنحل تجني رحيق الشهد أعوانا أيها اليائسون أيها اليائسون طلقوا يأسكم اقتلوا عزكم كيف تيأسون وقد ضمن الله لكم أجوركم وتكفل بنصركم وجازاكم على بذركم لا على تمركم والله معكم ولن يترككم أعمالكم لم يعود لدي الكثير لكن قبل أن أغادركم حديثي لدي كلمة أود أن أبتها إلى أخت أسماء إلى أخت أسماء وسمية أختاء حياؤك سلاحنا وحجابك درعنا فسادك غاية آمال أعدائنا أنت حارسة القلعة وقلعتك بيتك فلا يخزون الأعداء بلادنا من قبلك والآن ما زال في عمرك بقية وصفحة حياتك لا تزال بيضاء بعد والكل في انتظارك والإسلام يستغيت والأقصى يستصرخك فرفع همتك نحو المعالي وصابقي إلى القمم لم يبقى على طرف اللسان سوى آخر كلام ذهب الزمان ذهب الزمان وأنت فيه أرجو لعلّ وربما الماء عندك قد طغى ولم تزل تشكو الضمى فيا عباد الله سئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قيل له يا إمام متى يرتاح المؤمن فقال الإمام أحمد رضي الله عنه قال لا راحة للمؤمن إلا عند أول قدم نضعها في الجنة فيا عباد الله لا راحة لنا في الدنيا إلا عند أول قدم أضعها وتضعونها في الجنة فيا عباد الله الركب الركب اللحاق اللحاق معرفته فإما أن تلحق بسفينة النجاء وإما أن تراوح نفسك فما بعد هذه الدنيا إلا اللحاق إما بركب التقاء وإما بركب الهلكة فيا عبد الله أنت وحدك من تحدد مصيرك إما إلى الجنة وإما إلى النار وأظنك بإذن الله أنك ستلحق وستلحق أهلك والناس بركب النجاء هذا ظن بك يا ابن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فننجو بأنفسنا إما إلى الجنة وهذا ظننا وإن لم ننجو فيا عباد الله فالعياد بالله إما إلى النار أنا وحدتكم وغدا ستلفظ أنفاسي الأخيرة وسأموت وأنت تسمع وستموت ومن سيسمع من بعدك سيموت الكل سيموت إلا دلعزة والجبروت مات حبيبنا صلى الله عليه وسلم فضامت النفوس وقست القلوب لكن آن لها أنطرق بذكر الله أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يكون كلامنا هذا كلام خير وأن ننتفع به في الدنيا أن يكون لنا دخرا يوم تبل السرائر أسأل الله العلي العظيم يجمعنا على ما يجمع عليه الصالحون يوم القيامة اللهم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار اللهم وهدي شبابنا وهدي يا ربنا فتياننا وبناتنا اللهم إن نسألك أن يكونون لنا دخرا يوم القيامة اللهم يا ربنا إن نسألك أن تشق طريق شبابنا إلى الجنة اللهم يا رب ولا تجعل طريقهم إلى النار واجعل طريقهم إلى مرابع الجنة واجعلنا واجعلهم واجعل السامعين من أهل الفردوس الأعلى اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة